ووسام أبو علي ووسام أبو علي أنا شايفه كده نقدر نقول الأهلي بي عنده مهاجم لعيب عنده كل المواصفات اللي كان بيبحث عنه النادي الأهلي طوال السنين اللي فاتت سرعة موجود لعيب في النشر على المرمى شفنا هدف من الصعب على أي مهاجم انه يسجله يعني ده مش هدف اللي انت تقول قده فرصة محققة للتسجيل كورة عاملة بند قبله بثواني نواه يمد رجله بالطريقة دي تحسوا اللعيب كونجو فو طار وحطها قور دي ما مش فاش كتير في اللعبها في أوروبا هالند قبل كده بريموفيتش لعب يفنش قورة بالكواليتي ده لا لعيب كبير وناده نقول لا النادي الأهلي بقى عنده راس حربة يجب الحفاظ عليه ويجب ان على مرس الكولورين يدله الثقة ويبدل رجله في الملعب إلا اللي قدر الله ما يكون فيه إصابة عشان خاطر النادي الأهلي زي ما كان بيتكلم جيمي من شوية انت لو كان عندك مهاجم بكواليتي كبير زي ما انت قلت برضو عن علي معلول كان النادي الأهلي كان استفاد بعليه أكتر من كده لكن جات اللحظة النادي الأهلي بقى عنده راس حربة كبير يقدر انه يستغله خلال السنين